قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم كلام جديد من وليد رقراقي تجاه عبد الرزاق حمد الله بلاغ عاجل الرقراقي اطلقى تحذيرا قويا قبل مواجهة المنتخب الجنوب الأفريقي السبب الحقيقي وراء مغادرة أمرابط للمنتخب المغربي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار كلام جديد من وليد رقراقي تجاه عبد الرزاق حمد الله تحدث وليد رقراقي المدير الوطني للمنتخب المغربي عن رأيه في مشاركة عبد الرزاق حمد الله في المباراة الوديا ضد رأس الأخضر وقال رقراقي في مقابلة مع قناة رياضية لقد أتيحت لحمد الله فرصة المشاركة في المباراة ولكنه لم يقدم الأداء المتوقع منها كنت آمل أن يكون لديه مساهمة هجومية أكبر وأن يظهر مستوى أفضل وأضف رقراقي أنه ما زال يتوقع منه تقديم المزيد في المستقبل قائلا لم يكن حمد الله على المستوى المطلوب في مواجهة رأس الأخضر ومع ذلك أنا لازلت أتق فيها يجب على اللاعب استغلال الفرصة التي تأتي له خاصة مع وجود منافسة قوية في صفوف المنتخب المغربية وقال وليد رقراقي في المؤتمر الصعف الذي أعقب المباراة لا أتعرض لأي ضغوط لاختيار حمد الله أنا من يتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك وأكد الناخب الوطني أيضا أنه لن يدعو أي لاعب يسعى للترويج لنفسه للاندمام إلى المنتخب المغربي وتلقى حمد الله العديد من الانتقادات بعد مستوى في كأس العالم الأخير حيث لم يكن في المستوى المطلوب في المباراة التي شارك فيها بلاغ عجل مدرب المنتخب المغربي وليد رقراقي يطلقى تحذيرا خطيرا قبل مواجهة المنتخب الجنوب الأفريقي على إطر الجدل الكبير الذي رفق إقدام الدولية المغربي السابقة المهدي بن عطي على اقتحام مستودع المنتخب الوطني في أعقاب ودية رأس الأخضر تعالت أصوات عديدة مطالبة رئيس الجامعة فوز الأقجع بضرورة التدخل الصارم قصد حماية محيط الأصود وارتبطا بالموضوع شدد وكيل أعمال لاعبين شهير بالمغرب على أن الصفة التي يمثلها بن عطي اليوم تفرض على جامعة القجع منعه نهائيا من الاقتراب من محيط المنتخب الوطني موشيرا إلى أن العميد السابق للأصود يستغل علاقته بلاعب المنتخب وقربه من إدارة الجامعة خدمة لأجندته الخاصة في إشارة إلى صفته الجديدة كوكيل لللاعبين ودعادات المتحدث حسب موقع أخبارنا الناخب الوطني وليد ريجراجي إلى ضرورة أخذ الحيطة والحضر تفادي للتكرار نفس السيناريو الذي تعرض له هيرفيرونارة وفق تعبيرها في إشارة إلى المشاكل العديدة التي طبعت مرحلة الناخب الفرنسي السابق بالسبب خلافات مع بن عطي السبب الحقيقي وراء مغادرة أمرابط المنتخب المغربي يعاني عدد من أبرز لعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم من الإرهاق بسبب خوضهم لعدد كبير من المباريات خلال الموسم الكرة والمنتهية في مقدمتهم سوفين أمرابط الذي غادر معسكر الفريق الوطني ليعود إلى إيطاليا ومن شأن هذا الواضع أن يربك حسابات التقم التقني للأصود بخصوص التركيبة البشرية التي يمكن الاعتماد عليها يوم السابع عشر من يونيو الجاري خلال المباراة التي سيأخذها الأصود ضد منتخب جنوب إفريقيا في جوهانسبورغ برسم الجولة الخامسة من تصفية كأس الأمم الإفريقية التي ستحتضنها الكوديفور في شهر يناير وفبراير من السنة المقبلة وعلى قناخب الوطني وليد ريغراجي خلال الندوة الصعافية التي عقدها بعد نهاية المباراة ضد منتخب رأس الأخضر على إمكانية قيامه بتغييرات جديدة في التركيبة البشرية خلال المباراة المقبلة ضد جنوب إفريقيا قائلا المشكلة هي أننا في نهاية الموسم هناك لعبون مثل أمر رابط الذي خض أكثر من خمسة وخمسين مباراة وبالتالي ربما لن يسافر معنا إلى جنوب إفريقيا هناك أيضا الميركات الصيفي وبالتالي لن نغامر بإشراك بعض اللاعبين وتعرضهم للإصابة ومنعهم من القيام بصفقة انتقال ما يهمني هو أن نكون جاهزين لتصفية كأس العالم ونهائية كأس إفريقيا وبرمج طقم المنتخب الوطني حصة خاصة لإزالة العياء والتدليك بالنسبة للعبين الذين شاركوا في المباراة الوديا ضد رأس الأخضر قبل خوض حصة تدربية عادية يوم الأربعاء وليد رجراجي يلتقي اللاعب أمين عدلي ويدعم المنتخب الوطني المغربي بلاعبين يشكل خطه جوم منتخب المغرب صداعا في رأس وليد رجراجي الموديل الفني لأسود الأطلس بسبب الأرقام التهديف المتوسطة منذ قيادته الفنية للفريق حيث سجل المنتخب المغربي ست أهداف في سبع مباريات خضها في بطولة كأس العالم قطر 2022 وصل بها إلى المركز الرابع بينما تكرر التعادل السلبي مؤخرا في ودية البيرو وفوز صغير على البرازيل لذلك فإن وليدي يعمل على تدعيم الخط الهجومي بالعديد من الأسماء التي تتعلق في الدورية الأوروبية الكبيرة ويتابع مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد رجراجي مهاجم نادي باير ليفر كوزن الألماني أمين عدلي حيث أن الأخير أبدأ إعجابه الشديد بهذا اللاعب الذي تعلق هذا الموسم رفقة ناديه بالبوندسليغ واليوروباليغ وينتظر منها الموافقة والضوى الأخضر من أجل دعوته لمعسكر أصود الأطلس في الفترة المقبلة بعد تغيير جواز زفره وحصولها على الإذن من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باللاعب للمغرب عود منتخب فرنسا ويلتقي المدرب وليد رجراجي في إطار جولته الأوروبي الكبيرة لزيارة المحترفين المغاربة في القارات العجوز المهاجم أمين عدلي حيث سيكون هناك لقاء بين الطرفين من أجل إقناع اللاعب لحمل قميس المنتخب الوطني المغربي في الفترة المقبلة بعدما أبدى تفاعلا إيجابيا في الأيام الأخيرة مع الموضوع وبات على استعداد لحمل قميس المغرب بلده الأصلي بدل فرنسا بعدما كان يرفض الأمر من قبل ويطالب باللاعب بشكل رسمي لكي يكون حاضرا مع منتخب المغرب ولم تشهد القائمة الأخيرة التي أعلنها مدرب منتخب المغرب وليد رجراجي وجود اسم لاعب فريق باير لفيركوزن الألماني أمين عدلي رغم أنها شهدت حضور عدد من العناصر المغربية المحترفة في مختلف الدورية الأوروبية سواء من اللاعبين الذين خاضوا منافسة بطولة كأس العنى في قطر أو لوجوه الجديدة التي تمت دعوتها وعد مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد رجراجي لفتح ملف اللاعب من عدلي جناح فريق باير لفيركوزن بعدما أغلقها مؤخرا عندما علم أن الأخير يشارط اللاعب كأساسي رفقة منتخب المغرب في حال أراد الانضمام للعب رفقة منتخب بلده الأصلي وهو الذي سبق ومثل منتخب فرنسا تحت الواحد والعشرين سنتان قبل أن يوصل لرحلة التألق في بطولة الدورة الألماني مع فريق باير لفيركوزن قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم كلام جديد من وليد رجراجي تجاه عبد الرزاق حمد الله بلاغ عاجل الرجراجي يطلقى تحذيرا قويا قبل مواجهة المنتخب الجنوب الأفريقي السبب الحقيقي وراء مغادرة أمرابط للمنتخب المغربي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار ترجمة نانسي قنقر